دائماً تحدثنا مع الجميع وإلى الجميع وقلنا أن أمن المنطقة من أمن العراق هذا ليس توصيفاً مبالغاً به أو المنطق فيه غرور التجارب والنتائج أثبتت ذلك لذلك إيران تشتكي وتركيا تشتكي أن الأوضاع الداخلية في هذين البلدين والمعارضة التي بدأت تنمو بسبب أن لها معارضين بالعراق قد تتفق وقد نختلف ولكن الواقع يقول هذا نعم موجودة معارضة ولكل نظام هناك معارضة والمنطق كان يقول أيضاً كان عليكم من البداية بعد أن تعرض العراق وبمساعدة آخرين إلى تدمير للبنية التحتية بكاملها عندما تم هد المؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية أنا لا أناقش قضية نظام والعراق تعرض إلى هجمة كبرى كان مطلوب من الجميع أن يقف مع العراق لمعاونته حتى يستطيع أن يستعيد قوته لأن قوة العراق هي قوة للمنطقة ذلك يراني تقول لك التظاهرات اللي موجودة هي بدعم وبسبب وضع عملي بالعراق تركيا تشتكي بسبب وضع عملي بالعراق لماذا لم تعاونوا العراق مثل ما عاونكم ومثل ما انتفعتم منه بدلا ما أن تركبوا طياراتكم ومدفعيتكم وصواريخكم ومسياراتكم وتستخدموا عملاءكم الذين جئتم بهم وأطعمتموهم ضد العراق ولذلك اليوم إيران عندما تقدم شكوى ضد العراق تعت شعار ضربني وبكى وسبقني واشتكى أنها ستريد أن تقوم بعمليات عسكرية كما يسمونها واسعة النطاق لأنه المعارضة الإيرانية مسلحة وتنطلق من أقليم كردستان وهي التي تدخل الأسلحة إلى داخل الداخل الإيراني وتدعم التظاهرات الموجودة هناك طيب هذا الكلام يا سادة يا إيران ألا تعتقدون أنه قد جاء متأخرا ما أنت ضربت وأنت فلشت وأنت دمرت وأنت طرت وأنت شكلت مدفعية إذن ما هي الغاية من هذا ولماذا جاء في هذا التوقيت ومع هذا أين الحكومة العراقية من كل الذي حصل خلال هذه الفترات المكون الذي شكل الحكومة أراضيه تنتهك وأبنائه يقتلون وسواريخ وطائرات إلى الآن لا يصدر بيان استنكار ضد الحكومة الإيرانية ليش ليش شنو السبب تعترفون أنكم على خطأ لا تريدون أن تدويني الإيرانيين ما تقدرون أن تحجون أمام الإيرانيين هسأوليها نعمة اتحبوهم إذا نصدروا بيان قولوا نحن غلطانين نعطونا موقف موقف لما نشكل حكومة جديدة على هذه الحكومة أن تتعامل مع المواقف الكبيرة وأن يكون لها موقف كبير أما أن تقولون نحن وحكومتنا الحالية وحكوماتنا السابقة كنا في ظلال مبين أما أن تقول الإيرانيين أوقف ألزم حدك أنا كل ذرة اتراب عراقية تسوى عندي كل إيران لوس سول فيج لوس سول فيج أما الظل أطرش بالزفة وتنتظر نتائج تتراقص عليها لا خالي إذا يفوتك الزوم هذا موضوع آخر بالعراق عندما يتم الاعتداء على الأرض العراقية لا يوجد منطقة أخرى أقف بها